اشتاعلت المواجهات المسلحة مجددا في صرواح هذه الجبهة الكبيرة التي تشكل منذ عامين ساحة مواجهة حامية الوطيس بين الجيش الوطني والميليشيا الانقلابية تطور لافت في أواخر شهر رمضان المبارك على نحو يشير إلى إصرار الجيش على إنجاز مهمته الوطنية في دحر الميليشيا من مناطق تواجدها في هذه الجبهة الواقعة إلى الغرب من محافظة مارب بدأ الجيش منذ مساء الأربعاء هجومه على مواقع تركز الانقلابين في جبهة المقدرة حيث اندلعت على الإثر اشتباكات هي الأعنف التي تشهدها هذه الجبهة وسط أنباء تحدثت عن تقدم حرزه الجيش واندحار للقوى الانقلابية المواجهات مرشحة للاستمرار في وقت تتحدث الأنباء عن خسائر فادحة تكبدتها الميليشيا في صفوف مقاتليها وفي المعدات الحربية التابعة لها طيران التحالف تدخل منذ بدء الهجوم منفذا عشرات الطلاعة الجوية التي استهدفت التجمعات العسكرية للانقلابيين في المخدرة ومناطق عدة أخرى في صرواح ما تسبب في إلحاق خسائر فادحة في صفوف المقاتلين والمعدات واندلع الحرائق في مواقع الانقلابيين وغير بعيدا من هذه الجبهة زار رئيس الأركان العام للجيش اللواء محمد علي المقدشي جبهات القتال في منطقة سيطرة المنطقة العسكرية السابعة رئيس الأركان التقى ضباط وأفراد المنطقة وتناقش معهم في أمسيات الرمضانية مستجدات المواجهات العسكرية في منطقة العمليات وتداولوا بشأن الخطط العسكرية لتحرير المناطق من الميليشيا الانقلابية ترجمة نانسي قنقر